لكن على الجانب الآخر وبالمناسبة كل التصريحات اللي قالها الأستاذ فوزي لقجع منذ قليل طلع الأستاذ محمد مقروف المتحدث الرسمي ده لسه بيقولولي الاتحاد الرسمي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي ونفى كل هذه التصريحات قالك ما قالش على فكرة هي مش منشورة في الأهرام ولا الأخبار المصرية منشورة في جريدة الصباح المغربية الصحف المغربية واحدة من أكبر الصحف المغرب مش عندي مش في الأهرام ولا الأخبار ولا حد يكلمه ولكن هذه الصحيفة أو هذه التصريحات منشورة في إحدى الصحف المغربية أو واحدة من أكبر الصحف المغربية ولكن واجب علي أن أقول هذا الكلام أن كل التصريحات دي اتنافت طبعا يعني لأنه كانت ردة الفعل من جمهور الأهلي ومن مسؤولين أو الإعلاميين اللي في النادي الأهلي كلهم كانوا بيتكلمهم في هذا الإطار هو ينفع حد يطلع يقول هذا الكلام كلام ده هو كلام عاري تماما من الصحة تخيل حضرتك أن أنا شايف حد مبارح بيدافع عن لعب المباراة في المغرب وبيقول أنتم مش عايزيني الناس تتفرج عايزيني الناس تتفرج ليه أو الناس ما ينفعش تتفرج جير في المغرب أو في مباراة أو في ملعب واحد لمدة 3 سنين وراء بعض إيه يا جماعة ده إيه الكلام الغريبي اللي الواحد بيسمعه ده هي الدنيا التي بدلت للدرجات دي هي الحياة بدلت للدرجات دي لدرجة أنت يتم المجاهرة بالغلط يعني واحد يغلط ويسرقك ويطلع أقول لك أنا أنت اللي حرامي وأنت اللي بتعمل إيه الكلام الغريب ده أنا أول مرة في حياتي أشوف كده بجد وأول مرة في حياتي أشوف كده لو صح الكلام ده هو كلام عاري تماماً من الصحة وأنا برضه باستغرب جداً كلام أو موقف المهندس هان يا بوريدة باش المهندس هل ينفع أن يتقال من أحد أعضاء المكتب التنفيذي وأحد أصدقاء بالمناسبة ينفع يتقال أنه الراجل ده يقول أن فيه حاجات بتحصل في الاتحاد الأفريقي أو كان فيه فساد بيحصل للفترة اللي فاتت ودلوقتي انتهى أو مع أنه على الرغم من شاف أنه بالعكس هو بدأ مبارح بالكلام اللي تقال ده أو بدأ من 20 ولا 21 يوم تحديداً بكل اللي كان بيحصل وكل المهاترات اللي كانت بتحصل خلال الفترة السابقة ومع ذلك حاول مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكون على وعي كبير جداً جداً باللي حضراتكم شفتوه وكان موجود بكامل هيئته تقريباً في المغرب لمسندة اللاعبين والوقوف بجانب اللاعبين ترجمة نانسي قنقر